26 نوفمبر 2013 الداخلية فضت وقفة لال المحاكمات العسكرية المدنيين من قدام مجلس الشورى وقبضت على أكتر من 50 شاب وفتاة نقلتهم كلهم لإسم القاهرة الجديدة وبعدين فصلت البنات وقلقت بهم في الصحرة وأخلوا سبيل الصحفيين والمحامين من الإسم بعدها النيابة نقلت لإسم وحققت مع اللي بقين كان 24 شاب وقررت حبسهم على زمة القضية 28 نوفمبر برغم من أنه علاء عبدالفتاح أخطر النائب العام ببلاغ رسمي أنه هو هيمتثل أمام النيابة للتحقيق معه لكن الشرطة اقتحمت بيته وتعدت عليه على زوجته وسرقوا ممتلكاته وتليفونات وكمبيوترات من غير ما يبقى معهم إذن النيابة بالتفتيش واحتجزوه في مدرية أمن القاهرة وتاني يوم عرضوه على النيابة وأخذ أربع تيام حبس على ذمة التحقيق اتجددت 15 يوم بعدها 4 ديسمبر 2013 طلع قرار بإخلاق سبيل 23 شاب من المحتجزين بكفالة 5000 جنيه لكل واحد منهم بعد استئناف قرار حبسه محتياطي وفضل أحمد عبد الرحمن محبوس لأنه كان معاه سكينة صغيرة أحمد فرد أمن كان في طريقه لشغله يوم المظاهرة وهو ماشي في الشارع شايف بنتين بيتضربوا حاول يقول للشخص اللي بيعتدي عليهم بالراحة اللي اتضح أنه الشخص ده ظابط لابس ملكي فاتقبض على أحمد كان معاه شنطة فيها الحاجات اللي بيحتاجها في ورديات شغله الطويلة شبش بوليفة وسكينة لتقطيع الخضار والأكل 9 ديسمبر 2013 اتحالت القضية للجنيهات قبل ما علاء يلحق يستقنف قرار حبسه احتياطي 15 يوم على زمة القضية وقضى هو أحمد عبد الرحمن أربع شهور حبس في الثقب الأسوأ من غير ما يتحدد لهم لا جلسة ولا يتعرضوا على قاضي ولا وكيل نيابة 23 مارس 2014 اتحددت أول جلسة القضية أمام دايرة إرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطرق وفي الجلسة دي قرر القاضي إخلاق سبيل أحمد عبد الرحمن وعلاق عبد الفتاح بكفالة 10 تلاف جنيه لكل واحد مع استمرار المحاكم 17 مايو 2014 رفضت محكمة الاستقناف طلب دفاع علاء برد المحكمة رغم وجود خصومة مباشرة بين الدفاع وبين رئيس المحكمة لأنهم سبقوا وقدموا فيه بلاغ بالمشاركة في تزوير انتخابات 2005 11 يونيو 2014 القاضي حكم على كل الشباب ب15 سنة سجن حكم غيابي رغم أن جزء منهم كان موجود قدام معهد الأمنة مستنيين الأمن يسمح لهم بالدخول لحضور محاكمتهم بعد الحكمة على طول طلعت المباحث الموجودة حوالين المعهد وأبضوا على نوبي ووائل متولي وعلاق عبد الفتاح بدأت جلسات إعادة المحاكمة والعشرين الشاب اللي كانوا من أقبار سجن مخلسة بلهم فضلوا مخلسة بلهم ونوبي وعلاق ووائل فضلوا محبوسين يوم 15 ستمبر 2014 قرر القاضي التنحي عن المحاكمة وإخلاق سبيل علاء ونوبي وائل بكفالة 5000 جنيه لكل واحد وتحويل أسطوانة خاصة بتسجيلات شخصية لعلاء كانت قدمتها النيابة للتحقيق فيها 25 أكتوبر 2014 اتفاجئنا رغم أنه كان يوم أجازة رسمي ومناسبة راس السنة الهجرية خبر منشور على مواقع إخبارية أونلاين بتحديد دايرة جديدة للقاضية وأنه أول جلسة بعد يومين وما تمش اختار أي حد من المتهمين بمعادة الجلسة رغم كده يوم 27 أكتوبر أول جلسة في إعادة المحاكمة قدام الدايرة الجديدة حضر 20 شاب الجلسة طواعية وراحوا لنفسهم للمحكمة يحضروها ورغم كده القاضي قرر حبسهم احتياطي على زمة القاضية 17 يناير بعد مرور أسابيع المرافعة النهائية للنيابة كانت الجلسة الثالثة من مرافعات الدفاع وكان المفروض يبقى بيننا وبين جلسة النقط بالحكم جلسة واحدة فجأة النيابة قدمت ولفقت أحراس جديدة القاضية ورغم أنه لون الشمع والإمضاء اللي على الظرف بتاع الحرس ومقاسات الحرس كلهم مختلفين عن الموثق بشكل رسمي في ملف القاضية لكن القاضي قبله قضية الشورى مستمرة بقالها أكتر من سنة مثال واضح جدا على التواطئ التام والفج بين الدخلية والنيابة والقضاء شهور وسنوات بتروح من أعمار شباب بكل سهولة بسبب غياب العدالة في بلدنا الحرية للمعتقلين والحرية لكل مظلوم في بلدنا ترجمة نانسي قنقر